الحكومة تعلن الاتفاق مع التحادي الغرف التجاري على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتحاتها بأسعار مناسبة للمواطنين وكالة بلومبرغ الأمريكية تقول أن مصر ستكون أكبر منتج للهيدروجين الأقدر في أفريق بعشرين مليون طن سنويا في أقوى تصريحات منذ بداية النزاع لفروف يعتبر تهديد البنتجن بقطع رأس الكريملان استهدافاً لبوتين الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أعلنت الحكومة الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجاري على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتحاتها بأسعار مناسبة دون زيادات غير مبررة على المستهلك خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بأكثر من خمسة مليارات دولار منذ مطلع الشهر وأوضح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يوجه بتبكير عقد معارض أهلاً رمضان لتنطلق الشهر المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للموطنين وشدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء من جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان للمزيد من المتابع ينضم إلينا هاتفياً الدكتور محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس أهلاً بحضرتك يا دكتور في البداية أعلنت الحكومة الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على توفير السلع وأيضاً على إتاحاتها بأسعار مناسبة كيف يمكن برأيك أن يسهم هذا الاتفاق في تهديئة الأسواق؟ بداية مرحب بحضرتك والسادة المشاهدين طبعاً هو الاتفاق دوت في إطار جهود الدولة للحد من أثار الأزمة المالية العالمية النتيجة عن الأزمة الأيوكورنية طبعاً وما خلفته من ارتفاع في معدلات التدخم فالهدف طبعاً زيادة المعروض في السلع الأسسية اللي هي تعد المؤشر المؤثر الأكبر في معدل التدخم طبعاً زيادة المعروض من خلال المنافذ اللي بتعاون كافة الوزرات ويمكن النهاردة سيادة اللي بيشوف النهاردة معرض أهل الرمضان والإكوازيون السنوي ده كله طبعاً بيزيد المعروض ويقالل الطلب السلع الاستراتيجية وهدف أكبر أنه الحد من معدلات التدخم والمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصر الحكومة أيضاً أعلنت دكتور عن الإفراج على بضائع بتمثل مقيمته 5 مليارات دولار من الموانئ المتوقع تحديداً من هذا الإجراء نهاردة هابتكلم على السلع المتراكمة في الموانئ المصرية هابتكلم على السلع الاستراتيجية في السوق المصري كان في احتياج إليها وكانت مشكلة طبعاً اللي بتقابل في توفير الدولار اللي هو المرة الصعبة للإفراج عن هذه السلع فجهود الدولة النهاردة بنشوف أثار إيجابية في خلال شهر بسمبر تم الإفراج عن ما يزيد قيمته عن 5 مليار دولار طبعاً بيخلق حالة من الرواج للسلع الأساسية اللي بيحتاجها السوق المصري ومنها متخلات الانتاج ومنها السلع الجزائية الاستراتيجية ومنها ما تحتاجه للوزارة الصحة بصفة عامة السلع الاستراتيجية في السوق المصري في حاجة إليها طبعاً جهود محمودة جداً للحكومة للحد من هذه النضرة في هذه السلع طبعاً وفرطها أعتقد أنها ستعود بالنفع أو بتقليل من معدلات التدخم اللي ارتبعت في قطر الفاتح ونشوف إن شاء الله نلتمس بإذن الله القطر القادمة نشوف الأساس الإيجابية لهذه الانفراجة في الأسواق اللي ساد يحتاجتها من السلع الأساسية نعم دكتور محمد أيضاً مثل ما تبعنا وحضرتك أكيد تبعت الخبر السابق أن الحكومة أيضاً بتقوم ببعض المعارض بافتتاح بعض المعارض اللي بتقدم أسعار مناسبة للمواطن المصري مثل أهلاً رمضان وقامت بتبكير مثلاً مثل هذا النوع من المعارض حتى يقدم أسعار مناسبة بالنسبة للسلع الأساسية للمواطن برأيك يعني ما أهمية وجود هذه المعارض في هذا التوقيت تحديداً هو مش جديد على الحكومة النهاردة أنها بتدخل السلع الأساسية اللي بيحراجها المواطن بكسرة في الأزمات يعني احنا شوفنا دايماً أنها بيكون فيه منافذ بتقول تكاتب جهود الدولة سواء وزارات الدولة وزارة الزراعة ووزارة التوميين ومسلحة شرطة بتزيد منافذها على مستوى الجمهورية ومنافذ سبتة ومستنقلة طبعاً معرض أهل الرمضاني بيتم بتبكيره أنه يتم في قلال يناير العام الجديد إن شاء الله أعتقد أنها سيخلق حالة من الرواج طبعاً في ظل الأزمة اللي بيمر بيها العالم من نقص السلع الغذائية الحمد لله السلع الغذائية بالإطار الآمن موجودة الحمد لله بوافرة فالزيادة المنافذ أعتقد أنها بتخلق حالة أو سوق موازي لطرح هذه السلع وبيحد من حالة الطلب المستعرة أو الطلب اللي الموضوع لديه بواعد نفسي أكثر أن المواطن يلمس السلع اللي بيحتاجها موجودة وبوافرة فأعتقد أنها إن شاء الله يكون لها مردود اقتصادي في تخفيض معدل التضخم اللي ارتفع لاتيجة الأزمة العالمية نعم أيضاً بناء على ما ذكرت المعطيات اللي حضرتك ذكرتها دكتور محمد وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير ما هي أبرز جهود الدولة إلى جانب مثل هذه المعارض أيضاً في مواجهة ارتفاع الأسعار وذلك على الصعيد العالمي على الصعيد الدولي بشكل كامل مصر بصراحة مرد بأزمتين على ميتين كانوا شديد الوطأ جداً أنها أزم الكورونا والأزمة لروسيا الأوكرانية الحمد لله جهود اللي بذلتها الدولة سواء في جهود فيها مسئولية مجتمعية لكافة الجهات سواء الحكومية أو منظمات العمل الأهلي أو المجتمعي المزيادة المعروض وزيادة السلع الأساسية اللي بحتاجها المواطن من خلال جهود الدولة ومنافذها في كافة الوزرات برضو على المقابل كان فيه جهود لوزارة الداخلية لضبط الأسواق وضبط المحتكري القلة المتحتكري السلع الأساسية طبعاً بنشوف جهود الدولة النهاردة في البعد الاقتصادي وهي فيه فكرة جديد للبقاء على الصناعة المصرية ودعمها والنهاردة بقت الأغلب للصناعات المستبلية بتخلق ضغط على الدولار النهاردة بقى فيه اتجاه وتشوف النهاردة اتجاه حقيقي النهاردة بدنا ننفذ هذه الأمور على الأرض الواقع وبقى فيه إنتاج مصري بديل المستورد فكل هذه الأمور طبعاً هي جهود الدولة طبعاً الأمور دي ما كانتش صعبة أو تتحقق بدون برامج إصلاحية لانتهاجتها الدولة خلال الفترة الماضية همتكلم على 8 سنين بدينا مصري جديدة بقى فيه جمهورية جديدة الأزم العالمية أو الأزمتين العالميتين اللي مرت بهم مصري في خلال السنتين الماضيين ما كانش ممكن أصلاً يتحقق معدلات نمو إيجابية اللي بحنا بنشوفها في نمو اقتصادي أو بنحافظ إلى الآن في ظل الأزم العالمية إن احنا بنحافظ على معدل بطالة في مصار والنزولي نتيجة المشروعات القواملين لتتحاجتها الدولة طبعاً الجهود اللي بزيتها الدولة كتيرة ويمكن صعباً نخسرها في وقت وليل لكن هي ظل يمكن هو ده اللي وصلنا النهاردة إن احنا وصف الاقتصاد المصري بالمرونة في مصار الصدمة والحمد لله إن احنا قادرين نتعامل مع مستجدات الأحداث اللي بتشتد يوم بعد يوم ممكن لحظة بعد لحظة لإلى الآن الحمد لله عندنا البدائل اللي بنتحرك من خلالها ويمكن الآخرة طبعاً زيادة المنافذ للسرع الأساسية اللي بحتاجها المواطن وآخرة طبعاً مبادرة أهلاً رمضان اللي تم تقديمها اللي يكون مع أبداية أين يناير العام القادم بإذن الله نعم دكتور بهواشي يعني آخر سؤال لحضرتك الأجهزة الرقابية لها دور كبير للغاية في ضبط المخالفين الذين يقومون برفع الأسعار ما هو الدور الذي ستقوم بالأجهزة الرقابية خلال هذه المرحلة وأيضاً المرحلة القادمة إن شاء الله من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار خلينا نقول برضو إن فيه من ضمن الأعباء الكبيرة جداً في الأزمة من ضمن الأزباب الاقتصادية اللي احنا بمر بها إن فيه قلة من المواطنين بتستجل الأزمة لمنافع شخصية النهاردة بيشوف جزء منهم بيحتكل السلعة الأساسية لتحقيق منافع أو تحقيق أرباح وبالطيها بيشوف البعض الآخر بيتاجر في العملة الصعبة وعشان يحقق منها النهاردة همكن هو ده الجزء القليل وهنا الحمد لله إن هم قلة إن هم بيغلبوا المصلحة الشخصية فالنهاردة وجود الجهات الرقابية بيبرز جهود الدولة طبعاً بيحاول من ضبط الأسواق وتوفير السلعة الأساسية اللي بيحتاجها المواطن فجهود الدولة النهاردة الحمد لله في إطارها الصحيح وجهود محمودة جداً وبنشد على إيدين هذه الجهات الرقابية يمكن نعددها أكثر من وزارة الداخلية فقط وزارة الداخلية والرقابة الإدارية وأجهزة الدولة السيادية فالحفظ الله النهاردة مصر في أمان وتأيدي أمينة إن نحن إن شاء الله بنزل إلى هذه الجهود وتضافرها مع كافة الجهات المعنية في الحكومة إن نحن نعبر من هذه الأزمة ونخفف من حدة وطقتها على المواطن مصر أشكراً جزيلاً شكر دكتور محمد البهواشي البحث بكليات السياسة والاقتصاد جامعة السويس شكراً جزيلاً على هذه المشاركة قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصر ستكون أكبر منتج للهيدروجين الأقدر في أفريقيا بعشرين مليون طن سنوياً وذكرت الدراسة التي نوها إليها مركز المعلومات ودعم اتقاد القرار بمجلس الوزراء أن الهيدروجين الأقدر سينتج في ثلاثة محاور رئيسة في القارة الأفريقية هي مصر ومحور شمال غرب أفريقيا ومحور أفريقيا الجنوبية وقالت الدراسة إن مصر ستتصدر إنتاج القرى على أن ينتج محور أفريقيا الجنوبية سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف طن في حين سينتج محور غرب أفريقيا اثنى عشر مليون وخمسمائة ألف طن بإجمالية إنتاج يقدر بنحو تريليون يورو سنويا بحلول عام الفين خمسة وثلاثين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتقديم كافة المساعدات للحج نوال حسن هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع وكذلك تحقيق حلمها لأداء رحلة عمرة وجاري تنصيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة احتياجات السيدة نوال حسن محمد حسن والمقيمة بمنطقة منشاة ناصر وذلك بعد أن تصادف مرور موكب سيادة الرئيس أثناء جلوسها على رصيف في منطقة أبو رواش وحديثي معها قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة للسيدة نوال واطبق كده جدت نزمة عربية وراح مسلم علي وانا خدت بالحضم كده بغير فرحاني بي والله والرئيس نفسي يقول لي ايوة ايوة انا مش شرب بيكي انا مش قلت له انا عندنا اللي مش شربها بيكي وتم اهداؤها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من لجزة القهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني معايا بنقعد من شغله ومعايا رجل كبير وحلتنا على قدنا وانا عزة معاش حتى وعزة بنشتغل هم حاجة هم حاجة كان لناجي وعملي كده والله هزة بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة وتحقيق حلمها لأداء عمرة وجار تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنية مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة توصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 29 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 356 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 74 طن أما في مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأزيد من السعر الرسمي للأرز تم ضبط 259 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 23 طن كما تم ضبط 911 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 195 قضية خبز نقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت 66 طن استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد بمقر الجامع اليوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي حيث عقدا جلسة مباحثات تطرقا خلالها إلى تطورات الأزمة الليبية والجهود الرامية لحلها قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف إن السياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية فهي تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو كررت مرارا وتكرارا أنه لا يمكن أن يكون هناك أرابحون في حرب نووية وأعطى وزير الخارجية أوكرانيا مهلة لتحقيق مطالب موسكو للتسوية وإلا فسوف يحسم الجيش الروسي الأمر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال بيسكوف ان روسيا لم تتبع ابدا شروط الاخرين بل تلتزم فقط باهدفها الخاصة والمنطقية كان وزير الخارجية لاوكراني ديمتري كوليبة اعلن في وقت سابق عن رغبة كييف في عقد قمة سلام في الامم المتحدة بواسطة الامين العام للمنظمة انتونيو جوتاريش نهاية فبراير المقبلة قال وزير خارجية اوكرانيا ديمتري كوليبة ان الوقت المناسب لامكانية انطلاق محادثات سلام بشأن الازمة الاوكرانية الروسية هو نهاية فبراير المقبلة اضاف كوليبة ان موسكو تعتقد ان الامم المتحدة يمكن ان تكون المكان الافضل لعقد محادثات السلام اعتقد ان الوقت المناسب لامكانية انطلاق محادثات سلام بشأن الازمة هو نهاية فبراير المقبل فكرة صيغة السلام ذات شقين من ناحية عدم السماح لروسيا بالتلاعب بقضية السلام لانهم يقولون باستمرار انهم مستعدون لمفاوضات وهذا غير صحيح فكل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك وهم لا يسعون الى السلام ونحن نعتقد ان الامم المتحدة يمكن ان تكون المكان الافضل لعقد محادثات السلام قالت المتحدثة باسم الامم المتحدة فلورانسيا مارتينيز ان الامين العام لن يقود وساطة في اوكرانيا قبل موافقة كل الاطراف وصدر هذا الموقف عن مكتب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش تعليقا على تصرحات وزير الخارجات الاوكراني ديمترو كوليبا تعهد الرئيس الاوكراني بلاديمير زيلناسكي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الامريكية خلال زيارته لواشنطن سريعا قال زيلناسكي في خطاب تلفزيوني ان بلاده لن تضيع الوقت وستنفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن لقد عقدت اليوم اجتماعا موسعا حول نتائج زياراتي الى الولايات المتحدة وكيفية تنفيذ الاتفاقيات التي تم ابرامها نحن لن نضيع الوقت سننفذ كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن سريعا قدر الامكان في شأن اخر تحدثت مع رئيس وزراء الهند الذي سوف تترأس بلاده خلال العام المقبل مجموعة العشرين لقد تمنيت للسيد مودي رئاسة مثمرة لكل شخص في العالم يقدر السلام اكد رئيس الاوكراني فلادمير زلناسكي ان عمليات القتال في الخطوط الامامية في مدينة بخموت وكريمينيا ومناطق اخرى في منطقة دونباس الشرقية باتت صعبة يأتي هذا في حين مر نحو عشرة اشهر على انطلاق الازمة الاوكرانية والتي القت بظلالها القاتمة على العالم اجمع الازمة الاوكرانية لا تزال على صفيح ساخن رغم مرور نحو عشرة اشهر على انطلاقها الاشتباكات وان هدأت في بعض المناطق فهناك مناطق اخرى لا تهدأ ومن اهمها منطقة دونباس حيث وصف الرئيس الاوكراني فلادمير زلناسكي الوضع هناك على الخطوط الامامية بالصعب والمؤلم وخصوصا في بخموت وكريمينيا ومن دونباس الى منطقة زابوروجيا الشائكة والتي اعلنت قوات العمليات الخاصة الاوكرانية ان القوات الروسية تستعد لاجلاء قصري للسكان من انيرهودار في المنطقة واعتحض المنطقة باهمية بالغة في الصراع حيث انها تحتوي على المحطة النووية الاكبر في اوروبا والتي تبادلت طرفان الروسي والاوكراني لاتهامات مرارا وتكرارا بقصفها وهو ما يهدد بكارثة نووية الازمة لم تتوقف عند المواجهات المباشرة بين الجيشين والعمليات العسكرية المتنوعة ولكنها امتدت حتى طالت البنية التحتية في اوكرانيا ولا سيما في الطاقة حيث اعلن زلينيسكي ان نحو تسعة ملايين مواطن في مناطق متفارقة في بلاده يعيشون بدون امدادات الطاقة وفي سياق المتصل اعلن مجلس مدينة نيكولايف الاوكرانية ان المدينة طلقت خمسة عشر موالدا للطاقة لصالح مرافق البنية التحتية الحيوية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للمساعدة على تخطي الازمة وقصوصا في فسط الشتاء هي اذا عشرة اشهر من الازمات والتطورات بين الجارين والتي القت بالظلالها على العالم كله وليس فقط الطرفين المتنازعين وسط فشل دولي في حلها وتركب ما ستقول اليه نتائجها وزير المالية الروسي انتون سليانوف ان عجز الموازنة قد يتجاوز نسبة اثنين بالمئة المتوقعة في الفين وثلاثة وعشرين بعد ان اثر الصقف السعري المفروض اثر على خام النفط من ايرادات الصادرات الروسية واضف ان خفض حجم صادرات الطاقة امر محتمل في ظل تجنب بعض الدول للتعامل مع روسيا وفي حالة تقلص احجام الصادرات قال سليانوف ان روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الاضافي وهما القروض وصندوق الثروة الوطنية الذي يحتوي على احتياطات البلاد غدرت تسع سفن اخرى محملة بثلاثمائة وتسعين الف طن من المنتجات الزرعية الاوكرانية لدول افريقية واسيوية واوروبية موانئ اوديسا في اطار مبادرة الحبوب ذكرت وزارة البنية التحتية الاوكرانية انه يتم حاليا تحميل اثنتين وعشرين سفينة باكثر من ثمانمائة وستين الف طن من المنتجات الزرعية في موانئ منطقة اوديسا غدرت خمسمائة واربع وتسعون سفينة موانئ منطقة اوديسا وذلك منذ الاول من اغسطس الماضي وصدرت اوكرانيا خمسة عشر ونصف مليون طن من المنتجات الزرعية الى اسيا وافريقيا واوروبا قالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في الصين ان بكين ستعزز الدعم المالي للشركات الصغيرة والخاصة في قطاعي التموين والسياحة والتي تضررت بشدة من وباء كوفيد ناينتين وتعهدت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية بتلبية احتياجات التمويل وتحسين الميزانيات العمومية للمطورين الى جانب الاستجابة بشكل استباقي لمخاطر تدهر الاصول الاقتمانية وتشجيع البنوك على تعزيز التخلص من القرود المتعثرة اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع سوداني ضرورة اتخاذ البنك المركزي للاجراءات اللازمة للمنع المضاربات غير القانونية وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي الى ارتفاع الاسعار جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وشدد السوداني خلال هذا الاجتماع على ضرورة تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف المحلية وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة انظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات اعلن مصرف لبنان المركزي خفضا حادا لقيمة الليرة الى 38 الف ليرة للدولار في محاولة لتخفيف انخفاض العملة الى مستويات قياسية في السوق الموازية واوضح المصرف في بيان له ان تخفيد قيمة الليرة خلال فترة الاعياد يرجع الى عمليات مضاربة وتهريب للدولار خارج الحدود حيث بلغ السعر الليرة في منصة صيرفة نحو 31 الف ومئتي دولار يوم الثالث والعشرين من ديسمبر اخر يوم تداول ويعد سعر الليرة في المنصة احد اسعار الصرف المتعددة في لبنان ويشمل كذلك السعر الرسمي الذي توقف فترة طويلة عند 1500 ليرة للدولار قال رئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول انه سيسعى لدفع انشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة وذلك على خلفية اختراق حدود بلاده من قبل الطائرات الكورية الشمالية قال يون في اجتماع لمجلس الوزراء ان الحادثة اظهر نقصا كبيرا في استعداد جيش بلاده وتدريبه على مدى السنوات العديد الماضية واكد الحاجة الى مزيد من الاستعداد وتدريب المكثف في كوريا الشمالية انطلقت في العاصمة بيونج يونج اعمال اجتماع سنوي رئيسي للحزب الحاكم بالبلاد برئاسة كيم جونج اون نقلت وكالة الانباء الرسمية عن كيم قوله في تقريره للاجتماع ان قوة كوريا الشمالية زادت بشكل ملحوظ في كل المجالات السياسية العسكرية الاقتصادية والثقافية اضافت ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن اجراء تقييم للسياسة التي تبقت في 2022 ودرس ميزانية العام المقبل دعا الامين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيرش لرصد استثمارات جريئة للتأهب للأوبئة والوقاية منها وتصدي لها اكد جوتيرش الحاجة الى مراقبة افضل لكشف ورصد الفيروسات ذات القدر على نشر الأوبئة والحاجة الى انظمة صحية اكثر قدرة على التحمل تدعمها طاطية صحية شاملة اعلن المركز الصيني لمكافحة الامراض والوقاية منها تسجيل حالة وفاة جديدة في البر الرئيسي للصين لترتفع حصيلة الوفيات الى 5242 حالة هذا وستبدأ الصين اعتبارا من الثامن من يناير المقبل في إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من الخارج اعتبارا من الثامن من يناير المقبل ستلغي الصين الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد إجراء استبقه قرار من السلطات برفع معظم إجراءات مكافحة الكورونا السارية منذ عام 2020 السلطات الصحية الصينية أعلنت في مذكرة أنه لن يطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص بي سي آر سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم وأعلنت لجنة الصحة أنها لم تعد تعتبر كورونا التهابا رأويا بل مرضا معديا أقل خطورة وهو تصنيف أوضحت أنه لم يعد يبرر الحجر الصحي لجنة الصحة أشرت كذلك إلى السماح تدريجيا بصفر الصينيين إلى الخارج من دون تقديم جدوى زمني في حين كان يسمح سابقا بصفر الصينيين لأسباب قاهرة فقط يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الصين تفشي الوباء منذ أن تخلت عن غالبية قيودها الصحية في بداية الشهر الحالي ومنذ 2020 كانت الصين تفرض قيودا قاسية وفق استراتيجية صفر كوفيد التي أدت إلى حماية الأكثر عرضة للخطر وأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح غير أن السلطات رفعت فجأة غالبية هذه القيود في السابع من ديسمبر على خلفية تنامي الصخط الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود على الاقتصاد منذ ذلك الحين أثار ارتفاع الإصابات قلقا من تزايد معدل الوفيات بين كبار السن الذين هم أكثر عرضة للخطر كانت الصين الوحيدة التي تستمر في فرض الحجر الصحي عند الوصول إلى أراضيها رغم تقليص مدته في الأشهر الأخيرة إلى خمسة أيام وظلت حدودها ملقب الكامل تقريبا منذ عام 2020 وتوقفت عن إصدار التأشيرات السياحية ارتفع ضحايا العاصفة إليوت بالولايات المتحدة إلى 57 قتيلا في 12 ولاية وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية ترجمة نانسي قنقر أكدت السلطات الفلبينية أن حصيل قتل أمطار يوم عيد الميلاد في جنوب الفلبين زادت إلى 13 شخصا بينما لا يزال البحث مستمرا عن 23 في عداد المفقدين مع بدء انحصار مياه الفيضانات أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء لرز الأرض من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن القمر الصناعي سيستخدم لرز الأرض في مجالات متنوعة من بينها إجراء مسح لموارد الأراضي والتخطيط الحضرية وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة في حالة الطوارئ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسامم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة وأكد المركز أن كافة مبيدات الأفات الزراعية المتدولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الانتاج الزراعي مشيرا إلى أن قيام وزارة الزراعة بشأن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها تلقى وزارة المال الموارد المائية والري تلقي تقريرا من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الاستعراضي من موقف مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية أوضحت الوزارة أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع لحشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلو متر لعدد 4444 مصرفا وذلك للحفاظ على القطاع المائي للمصارف كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة للوصول الأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا أجرى محافظ القهرة خالد عبد العال جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابس بعدد من الأحياء لمتابعة توفر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة وأكد عبد العال خلال الجولة اهتمام الدولة بتوفير السلع للموطنين بسعر مناسب وجودة عالية مشيرا إلى أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة معارض أهل رمضان في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجا مع متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي ذات السياقة تواصل الدولة جهودها من أجل توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في هذا الإطار تشهد محافظة سوهاج إقامة عدة معارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة جهود حثيثة تبزلها الدولة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في سوهاج أقامت المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية عدة معارض لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مدرية توامن سوهاج مستمرة في التواجد في الشارع مع المواطن المصري وبنعمل معارض في أكثر من مكان وبنحاول نعرض جميع أنواع السلع في المعارض ديه بأسعار مخففة ومخفضة وهم السلع اللي بنحاول نعرضها في المعارض لحمة ورز وسمنة وزيوت ومنظفات وبنحاول نتوسع في زيادة أعداد هذه السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطن المصري محدود الدخل وتوفر المعارض جميع أنواع السلع التي تحتاجها الأسرة وخاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة لخدمة أهالي محافظة سوهاج المعارض ديه مستمرة معنا طول السنة دلوقتي نظرا للظروف الرهنة بنقرة سلع غزائية وغير غزائية كلها بأسعار مخفضة عشان توفر على المواطن السوهاجي أنه هو يشتري حاجات بأغلى من سعرها بتبقى مقننة ومخفضة ومعروضة في المعارض اللي تابع للدولة وتواصل المعارض تقريم خدماتها للمواطنين طوال العام حيث تتواجد في جميع مراكز محافظة السوهاج من أجل توفير السلع بأسعار رمزية ملزمين لحم سوداني ب140 جنيه بأقل من سعر أي محافظة ب150 و145 المعارض المسيح موجود فيه كل حيا لحمة رز وسكر كل حاجة الحمد لله رب العلمي بأرخص الأسعار أنا الحمد لله أنا جاء من الصوامع الشرك أخذ جميع السلع التحتي الحمد لله أسعار مخفضة وأسعار رمزية الحمد لله أنا أحسن من بره بكتير كل حاجة هنا في المعارض في متناول للناس كلها يعني الزروف صعبة بيها ضريق يأخذ اللي هو عايزه والزيت نحن نخدم من بره ب50 جنيه هنا في المعارض لا هنا في المعارض حاجة يعني كويسة خال بالنسبة للمعارض هنا هو فيها سلع وتوفر بكميات كبيرة وبفرق سعر شاسة عن بره وهكذا تواصل الدولة جهودها من أجل رفع العبء عن المواطنين والتخفيف من وطأة الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار جميع السلع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القفلة الطبية الكشفة وقدمت العلاج إلى 1267 مواطنا في قرية توخ مزيد بمركز الصنطة في الغربية بالتنسيق مع جامعة طنطة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شهدت القفلة مشاركة تأكلية الزراعة بزراعة 50 شجرة مثمرة ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة بالإضافة لإجراء اختبارات لمحو الأمية لـ 15 مواطنا أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتنيل بواقع ست مناطق بحرية ومثلها برية وأوضحت الوزارة أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي أطلقتها الوزارة في مطلع عام 2021 وأضافت الوزارة أن المزايدة تأتي امتداداً لاستراتيجية عملها التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة أكد اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً ونتائجاً مبهرة خلال السنوات الخمس الماضية أضاف الاتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم قطاع قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بحيث زادت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري من 4 مليارات و 587 مليون جنيه إلى 10 مليارات و 511 مليون جنيه محققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى أضف الاتحاد أن بموازات زيادة ودائعها عمدت المصارف المصرية إلى ضخ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري للقطاعين العام والخاص على حد سواء تحول اليوم ذكرى مولد الفنان الراحل سمير صبري الذي غيابه الموت عن عمر نهز 86 عاما بعد صراع مع المرض يعد الراحل من عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة كما أنه كان يمثل أحد ركائز نجاح الأعمال الفنية المتنوعة التي شارك فيها اسمه محمد سمير جلال صبري الشهير بسمير صبري من موليد الإسكندرية في 27 ديسمبر عام 1936 فنان من أيام زمن الفن الجميل فنان شامل بمعنى الكلمة عمل ممثلا ومغنيا ومذيعا ومحاورا أحب الفن منذ الصغر حيث نشأ في أسرة تعشق الفن وتتزوقه تشكلت طفولته من خلال تردده على دور السينما والمسرح فكانت بدايته أمام الأسرة يقلد الفنانين ويغني ويرقع قصد مجموعة كبيرة من الجوائز الفنية وأقرم عن مجمل مشواره الفني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان آخر ظهور له على الشاشة عبر مسلسل فالنتينو مع النجم عاد الإمام خلال موسم رمضان 2020 وختام نشرتنا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الحكومة تعلن الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على التحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار مناسبة للمواطنين وكالة بلومبرج الأمريكية تقول أن مصر ستكون أكبر منتج للهايدروجين الأخضر في أفريقيا بعشرين مليون طن سنويا في أقوى تصريحات منذ بداية النزاع لابروف يعتبر تهديد البنتجون بقطع رأس الكريملين استهدافا لبوتن مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة